تعمل عليه جمعية بصمة خير المجتمعية الخيرية اللي احنا دائما متعودين على نشاطاتها المختلفة في محافظة جنين وامتداداً إلى المحافظات المحافظة نعم وكسرت بهذا البرنامج النمطية من خلال أنه سرد المعلومات وإعطاها للأهل والأبناء بطريقة شعبية قريبة من القلب حنتعرف لها أكثر وهذا البرنامج مع ريمة دبلح رئيس جمعية بصمة خير المجتمعية أهلا وسهلا فيك وسهل صباحك يسعد صباحك على يسعد صباحك أخت فرح ويسعد صباح كافة العمليين في تلفزيون فلسطين والمشاهدين أهلا وسهلا فيك معنا ريمة يعني جمعية بصمة خير احنا منعرفها وتعرفنا عليها كثيراً في الميدان وفي نشاطاتها المختلفة ولكن نتعرف قليلاً على برنامج العنف المجتمعي هذه الفكرة التي تم طرحها من قبلكم بالإضافة لعديد من الشركاء الموجودين معكم على ماذا يقوم هذا البرنامج وتفاصيله نعم أخت فرح جمعية تصمة خير الخيري في محافظة جنين قبل قرابة عشرين يوماً قامت بإطلاق برنامج تحت عنوان العنف المجتمعي ما بين التحليل والتجريم تعلمون بأن هذا البرنامج هو برنامج قديم جديد متجدد بتجدد الظروف ولكن الأحداث الأخيرة كما تعلمون وما حدثها في مختلف مناطق في البلاد من أحداث عنف متنوعة ومختلفة كان لزاماً علينا كمؤسسات مجتمع مدني بالدرجة الأولى بأن ضيء أكثر على هذا الموضوع فقامت الجمعية قبل نهاية العام المنصر بقليل بعمل استطلاعات حول العنف بشكل عام فرأينا فرح بأن أغلب الاستطلاع كان متركز حول العنف المجتمعي بشقي العنف الأسري وما بعد ذلك يلقي بذلاله وتأثيره على العنف داخل المدارس والجامعات والمناطق بشكل عام فركزنا في أولى حلقات البحث أو القراءات التي نعمل عليها هذه الفترة فيما يتعلق بالعنف الأسري لأن تضح من خلال حلقات البحث التي يقوم بها الشركاء المتواجدون والمؤسسات كل التحية والتقدير لهم المتواجدون معنا بأن النواة العنف المجتمعي وما يحدث في الخارج هي أساسها النشأة والبيئة داخل الأسرية يعني من الداخل وبالتالي هذا ما يؤثر العنف الذي يحدث داخل نطاق الأسرة ومحيط الأسرة هذا يؤثر على سلوك كل أفراد داخل الأسرة وبالتالي هذا السلوك يأتي تأثيره في خارج على الأماكن التي يرتادوا هذا الفرد يعني من حدث عن ثقافة مجتمعية نعم طبعا هي ثقافة مجتمعية وكما تعلمون بأن ومع الأسف بأن التدخلات الكثيرة التي أصبحت فيما يتعلق بلجان الإصلاح وغيرها ومحاولة ترميم الموضوع فيما بعد بطرق يعني أصبحت بسراحة أكثر يعني سلبا على حل المشكلة من الإفادة لهذه المشكلة فأردنا بأن في هذا البرنامج أن نبتعد قليلا على الصورة النمطية التي بسراحة لم تعد تجدي نفعا وهي أصبحت مسبب لأكثر أن تكون هذه القضايا موجودة في المجتمع نحكي على هذه القضية وهذه الظاهرة يمكن مش زي ما ذكرتها جديدة قديمة ويمكن متجددة واليوم نحكي عن أدوات جديدة في التربية وفي التثقيف المجتمعي ودور المؤسسات المجتمعي المدني بالإضافة للمدارس والجامع وأيضا مؤسسات الحكومية شو الأدوات اللي اشتغلت عليها لتطبيق هذا البرنامج كيف ممكن أن نوصل لحلول أو كمان نحاول نتلك بصمة جديدة يمكن تكون فيها أكثر استيعاب تفاهم واستماع للآخر نعم أخي علا عندما قمنا بوضع الألية العمل لهذا البرنامج قلنا بأننا يجب أن الصورة النمطية التي تعود عليها المجتمع من التوعية المعروفة في هذا الموضوع نبتعد عليه لأننا أردنا في بداية الموضوع سردنا بطريقة الحكاية الشعبية وأنت أسلفت وقلت بأننا أتينا بحكواتية من محافظة تجينين وحدثت عن قصة وقعية حول العنف المجتمعي حدثت في مركز المدينة في المحافظة وسردتها بطريقة ملنة بحيث لنجذب الأهالي المؤسسات المسؤول عن هذه الملفات داخل المؤسسات لنوصل الفكرة بطريقة مرنة وسهلة وخاصة وأننا على وقت فرح تعلمون بأن دائما نحن أكثر تعظيم لهذه القضية المجتمعية هو الكتمان من قبل الأهل يعني لا يخلو وهذه حقيقة بصراحة لم يخلو بيت في الأسرة الفلسطينية ولكن بدراجات متفاوتة ولكن لماذا هناك الكثير لم نعلم عنها لأن هناك كتمان والأهالي بسبب العادات والتقاليد بأنهم لم يقومون بسرد ما يحدث داخل أبناءهم أو في تربيتهم لأبناءهم أو في ما يحدث في الأسرة لكن عندما قمنا بسرد الموضوع بطريقة مرنة وبطريقة الحكاية الشعبية رأينا بعد ذلك بأن هناك أصبح تواصل معنا في الجمعية بأن الأهالي أصبحوا يريدون أن يتكلموا يعني هناك مثلا أهالي صعب عليهم مثلا أنه إحنا أولادنا بسبب ما يحدث في الخارج أصبحوا يعني فين ومعنفين يعني بنفس الوقت يعني هاي نقطة مهمة لموضوع التفاعل بالتالي خلينا نحكي هون شوي عن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج وعلمنا أيضا أن البرنامج لن يقتصر على محافظة جنين وحدها فحثينا شوي عن النشاطات اللي راح تكون حاضرة والفعاليات المختلفة مع كافة الشركة نعم مختلفة يعني هذا البرنامج لأنه يخص كافة الفئات المجتمعية وهم يعني الجميع فبالتالي لن نركزه فقط في محافظة جنين والانطلاق كان من محافظة جنين ولكن بعد ذلك نحن أصبحنا يعني هناك مناطق كثيرة في محافظات الشمالية ورام الله أيضا كان هناك تواصل مع العديد من المؤسسات التي تعنى في هذه الجوانب فكان هناك الآن نعمل على مناظرات ما بين الأهالي وما بين الأبناء خارج طبعا محيط الأسرة لكي نعرف ما هو الأسباب والتداعيات والدوافع اللي فعلا من خلال الأهالي ومن خلال الأبناء اللي تؤدي إلى ما يسمى في العنف ويخلق هذه الظاهرة المجتمعية التي أصبحت بصراحة كثيرة ومتنوعة فهذه المناظرات أخت فرح بسبب المرونة فيها أصبحنا بأن نرى بأن الأسر هي أصبحت تريد أن تسرد مشاكلها يمكن نحكي شوي هون حديث الأجيال يمكن هو عدم تقبل جيل عن جيل الكبار برضوش يتقبلوا كلام الصغار يمكن هذا الإشي كبان جزء من أجزاء يعني أشكال من العنف كدش ممكن لمستوا أكتر من خلال هذا الحوار ما بين الأباء والأبناء كل واحد بيحكي بنوطية فكر بيحكي بحداثة بتكنولوجيا بتقنيات عديدة وهل كان هناك مثلا مرشدين أخصائي النفسيين كانوا يدخلوا ما بين هذه القصص والحكاية الشعبية نعم خلال المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين ونفسيين هم معنا من الدرجة وخطبة وخطبة في هذا البرنامج ولكن أنا أقول لك بأن الأبناء في المناظرات التي قمنا بعملها في محافظات الشمال كان هناك الأبناء يعني سردوا بأن أسباب لماذا نحن يعني عنيفين يعني هي في أسباب داخل الأسرة هو الأسرة أو يعني الأهل يمكن يعتبروها يعني لن تخلق هذه الظاهرة المجتمعية ولكن هي تكون مسبب رئيسي لأن يكون هناك عنف مجتمعي داخل نطاقة الأسرة مثل تمييز ما بين الأبناء يعني عن غير قصد من قبل الأهالي لأبنائهم أحيانا هو طريقة المعاملة يعني هناك أهل يعاملون أبنائهم بطرق يعني فيها من الهمجية بصراحة لم تكن مقصودة ولكن هناك الكثير من الأهالي يقومون برضو بالتعامل مع هذا يلقي بذلاله كثير على سلوك الأبناء فيما بعد أيضا طريقة الأبناء على الأبناء يعني هناك عنف من الأبناء على الأبناء أنه مثلا الأهالي عندما يقولون بأنه مثلا أخوك مثلا بيحبون الناس بره أكتر مننا نقطة مهمة بأنه المعنف إحنا رح نحوله لمعنف فعليا فبتالي هذا يعني تكرار نموذج سيكون تكررس المجتمع فهذه أسباب أخت فرح رأينا هي أكثر الأسباب من الأبناء قاموا بسردها لنا خلال المناظرات ويقولون أن هذا هو السبب نحن الذي يجعلنا حتى لم يردوا على الأهالي يعني حتى عندما الأهل يقومون بتوجيه أبناءهم في بعض الأمور يقولون بأنكم أنتم من قمتم بتحولنا إلى الناس عنيفين ومعنفين بعد ذلك هذه قضية مهمة جدا بتأكيد رح نتابع معكم كافة النشاطات والفعاليات وأثرها على المجتمع كل شكر على وجودك معنا سيدة ريمة دالباحة رئيسة جمعية بصمة خير الخيرية سعد صواحك نور تينا تسلمي وفراحة وتسلمك على وكمان احنا منحي جهود الإعلام الفلسطيني لإضاءة طوامة مثل هذه الدواهر الاجتماعية اللي فعلا يعني أصبحت جل اهتمام الجميع بسبب ما يحدث طبعا من دروح كل شكرا لكم جهودكم مشكورة